تعودنا دائما من السيد الصدر أن تكون لديه مفاجآت ولكن هذه المرة المفاجآة قد تأخرت وذلك بعد تحليلات وتكهنات وسوى لكم حللين لكنها بالتالي قد جاءت السيد الصدر سيعود إلى العملية السياسية وهذه ليست هي المفاجآة لأننا كنا نتوقع أن السيد الصدر سيعود عاجلا ماجلا لأنه يمثل تيار وقاعدة شعبية ما ملكها سياسي من قبل لا في هذا الزمن ولا ذاك الزمن هذه حقيقة يجب أن تقال إن كنت تحب أو تكره لكن المفاجآة هو أن يعود السيد الصدر إلى العمل من جديد برعاية وتوجيه ونقاش وحوار مع المرجعية الدينية في النجف الأشرف هذه المرجعية التي أقفلت أبوابها بوجه كل السياسيين والحركات السياسية والزعامات والقيادات من كل الليانات ومن كل المذاب ومن كل العناوين والمفاجئة الثانية هي التي تتعلق بالاسم التيار الوطني الشيعي السؤال هنا من هم الشيع الذي يقصدهم السيد الصدر هل هم شيعة السلطة الذي هو على خلاف قائم وباء معهم أم الشيع الذين يعارضون الفساد والفاسدين والأغلبية التي قاطعت الانتخابات ومن هم الشيع الذي يعنيهم السيد الصدر في هذا العنوان هل هم تحديدا شيعة العراق فقط أم غيرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة